بخطة حثيثة تعتزم الحكومة إنشاء جهاز خاص بإدارة الأزمات والكوارث وهي الخطوة التي كانت ضمن التوصيات التي قدمها مجلس الأمة عقب الجلسة الخاصة بأحداث المنطقة في التفاصيل يتولى الجهاز المزمع إنشاؤه مهام الاستعداد والتأهيل التعامل مع الأزمات والكوارث ويتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومن مهام الجهاز أيضا المشاركة في إعداد وتنسيق خطة الطوارئ اللازمة للمشاءات الحياوية والمنية التحتية في الدولة ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالإضافة إلى المشاركة في اختراح ووضع سياسات ومعايير السلامة والأمن المهني والمؤسسي وخطة ومعايير استمرارية العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة ومن المتوقع أن يفتح جهاز إدارة الأزمات والكوارث فور إنشائه قنوات تنسيق وتعاون مع الوزارات الخدمية كالأشغال والصحة والبترول والكهرباء والماء والتجارة وجميع الجهات الخدمية في الدولة على أن تقدم هذه الجهات تقارير دورية كما سيعمل الجهاز على إنشاء مصانع وطنية تكون قادرة على الوفاء بالالتزامات البلاد من متطلبات الأمن والسلامة مع تكليف الجهاز الجديد بتحديد مدى قدرة المخزون الاستراتيجي من السلع والأدوية والطاقة على مواجهة أي مستجدات تطرأ على وضع الراهن لترفزون المجلس طارق السهوء